والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا الحلقة الثانية من كل الإضافات وحبت تشكره بكم على الرفيو من الحلقة الأولى وكل شيء واتمنى إذا مش مشتركين في القناة تشتركوه في القناة لاحظة شوي أحسن يا السلام الحين نبدأ تسجيل حلقة يديدة ومواضية يديدة اليوم اللي أزيد شوي الصناعة بشكل غير مباشر يعني بزيد الصناعة عن طريقة الشغلات اللي يديدة اللي موجودة عندنا بس أول شيء شو أبأسوي أبأغير هالشوارع أوكي أدري عنا نيو بلدنك أزين لني فاتح كل شيء بس ما شين عراحتنا يعني عرفتو أبأغير هاي الشوارع فخريبا كلها مفروض يكون نفس الطول 2 بلوكس 2 بلوكس 2 بلوكس 2 بلوكس 2 بلوكس كنت أفكر أسويهم دواوير بس الحين بما أن أنا عندي وصلة بين هذا الأتجاه وهذا الأتجاه فبلغي الدخول من هنا أنك وضعني ما بنا استاخذ اختسارات للي صار خلاص ما ما عيندي مشكلة هاي خللهم برايها بس بسوي دوارين اللي هم هذا دوار أتغر شوي ما في ثري ويTa ما في تريوي لا ولا في كانت صح لا لا في 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 تريوي هايوي 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 تشارع عام تووي هايوي بارير تولين هايوي ما نبع وين شاري ثريين مفروضكم في ثريين كيب اوبن اوكي انترستنج وين الثري وي اه هذو الحين بيطلع لنا اوكي باك تولين رود وهني الحين نحول الى موضوع الهاي وي بعد ما فيه ثري لين شو بيجرطوني هاي هذا اسم روند باوت ميكر في حد طلب مني اني اسوي اه فيديو بس فيديو عقب انا شو المودات اللي استعملها ولا بحطيهم رابط تحت على اساس تقدرون تسوي نفس المودات بس خلاص بس تعمل اذا السالفة بالطريقة هاي ما في هذا هاي وي ما بو ما بو ما بو ما بو فور لين هاي وي ما غير باير اوكي بس تعمل هاي بس بس صغره شوي اه بالطريقة هاي فور لين شكله قبيح ما بو ما بو ما بو ما بو الفور لين تولين احسن وايد اذا اذا بقضيها بالطريقة هاي والصراحة تولين احسن وايد تولين قبل وشي كان جدامي الحين شوفوا اي شي تابونا ما تحصرون يعني زين تولين هايوي ايوا سنيبينج تول شغال شغال خلى موقف اللعبة لان انا مشغل انا انا ركي فخلوني ارد اوصل كل شيء بالطريقة هاي يا الله ايوا بالطريقة هاي بوصل الشارع العام انا اركي دايش انا ام ام دايش اجز علام مني لان اركي خطر على سبيس اكيوبايد ليش انا هل مش قادر افهمه يعني اذا اوكي انا ما عندي مشكلة مع المبدأ بس اذا انت بتسوي لي بالطريقة هاي انا مفروض احطي هايوي اول شيء احطي دوار صح اذا حطيت دوار بايب الشارع هذا انا مشكلة يوم تول عندكم يشفر يزعب والله يزعل تول اذا شفر يزعل مزين وهذا اوكي هذا مش اوكي كل شيء مش اوكي في نهاية اليوم هذا هذا راح يجرطني هنا اليوم خلونا نوصل هذا انا اشل هذا من هنا اوصل هذا الشارع بتشوف مشكلته بعدين شو مشكلة التولز اللي عندي وليش ما يرضى اني اشله في وقت راحق بس الحين محتاجة لانها ما قاعد يسوي سنب ما قاعد يمسك على الطرف اي شيء فبالتالي اللي بسوي كالتالي بسكر التول بسكر هذا كنترول بي مرحبا شوفوا الحين هاي مشكلة المودات مرات ما يدود معاكم راونتبوت بلدر اوكي هلت كنترول شو ايكن تللو لغسي والد السنبينغ بيجوز والد السنبينغ الانقرظم يلا هذا الان الطريقة هاي هاي بيسوي لنا ازمة عالمية بيشوف حلة من وره الشاشة وبخبركم بعدين انه الان ما قاعد يسوي سنب عندي سنب يعني ان يمسك هاي مشكلة ثانية خلونا نبني بيوتا الحين وأنا بخبركم معقب شو ممكن أسوي وشو ممكن ما أسوي لأن محتاجين أن نسوي منطقة سكنية ونزيد عدد السكان حبتين أثراف حبات مش حبتين حبتين زيادة وبنخلي فيهم هذا قلنا بنقطع للتصال ونخلي موجود أبا طريق جديد يروح لهني تخاطعات لأننا في نص المدينة فعليا بنكون وبنسوي بالطريقة هاي بعيد عن الزحمة بنزحم شارعين وبنخلي الباقيين فاضين شوي وبالطريقة هاي مفروض أن هاي اللي يوصلون بالضبط هذا المكان قاعد يوصلون شوفونا هاي الزوايا أبا استعملها حدايق ولا هل 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 مربع هذا أو شبه مربع ما عندي تحفظ وايد على الشكال حاليا بس أبا أسوي هذا معناه خلوني أعدمر هذا وأحطي هذا هني أبا أحبه يسار وهذا بيكون راعي الممشى بكبرى بنسوي له ممشى بالطريقة هاي سيدة وهذا بنسوي له ممشى المكانه بكبرى وبنمشي على الشارع بالطريقة هاي أوكي في عندي شوية أزمات هاي بشوف موضوع التول هذي عقبلا لازم يشتغل يستوي اوكي لان اذا ما اشتغل ما بيستوي اوكي فاكره يخرر بالدنيا فما بقى خرب بالدنيا زيادا حاليا فمحافظ على الوضع موضع موضع يعني محافظ على الوضع استراتيجيا عقبلا تم وبنخليه هني وبنخلي الناس لنهني لين هني تمشي وكلهم يروحون الحديقة شوفوا هني يبدأ موضوع عنا شوي ترتيب المدينة ترتيب المدينة يلعب دور كبير في شكلها في محافظتها في ويد أشياء خلنا ندخل هنا ونحط الكروسنج اختفى من عندي في شغلات قاعد تختفي في هاللعبة يعني واو الصراحة أستب ولما في استب أخلى مثلا ما هو الإشارة شغالة ما بلعب في الإشارة حاليا أنا قاهرتني ويد شغلات في شغلات تغيرت شكلها رحت ورديت وشغلات من الحين يا يابي العيد انزين وهاي المنطقة الحين الحين بخلي هاي فاضي أنا ما بلعب فيها بسوي حديقة بعد شوي فالحين لنه محتاج بيوت زيادة هني ما بسوي بيوت هني ما ببيوت أبقى أسوي بيوت هني أوكي وبيوت بالطريقة هذي نسوي بيوت هني بيوت هني بيوت هني بيوت هني وهذا البيوت ما بها تبني إلا بطريقة هاي فاضي فاضي وهني بنحطي كم دكان على الزاوية عساس يعطونا شوي جو في المنطقة أتمنى ما يبني على هذا بس بذل ما أتمنى خلني أشل النقطة هاي أوكي وأبني هني بالطريقة هاي أحسن أضمن أنهم ما يبون العيد في الحديقة ماتي بالطريقة هاي بيكون بنينة شو امتداد يديد داخل المدينة بينزلنا شوي احتياج السكان وغيرها بما أن أنا عندي ماي وعندي كهرباء فأقدر أسوي هالشي الحين أنا قاعد أمشي شوي مخاطرة لأنه عندي مجال فلوس بس المفروض وما يسوي هالشي واللي يصير كالتالي الحين بيطلع عنا بيوت بيطلع عنا كل شي الحين أبقى يب صناعة اللي هي من الامتداد اليديد لأنه عندي احتياج نوعا ما صناعة شوي غش هو أنا لاحظت يعني بس زي يعني مثلا بحطي حق الصيد بحطي هني أوكي أبل وحدة للصيد في عندي أنواع الحين اكتشفناها نحن أبل شي هذا أنشوفيس سمك الصغر بعدين هذي كل الأنواع يصيد كل الأنواع وعندنا واحد يصيد اللي هو هذا المفروض يصيد سلمون تقريبا واحد هذا نشوفيس بعد سوري هذا هذا سلمون وعندنا الأخير شلفل ساعدوني لا إله الله الشغلات الثانية مزين الحين أنا بحطي مكان هني بس طبعا ما بيستوي على الأغلب ما راح يستوي ليش لأنه في شارع هني فالحل للأمثل أني أهدم الشارع هذا مزين وشل الماي أيب الماي في زاوية هني مثلا وأيب الشلفش مثلا النفسه ببوت أدور لمكان يركب فيه وشكلا ما بيركبوا له مكان تموت صدق لحظة لحظة أنا ليش أسوي هالطريقة هاي إذا أنا بطلع الصيد صح مفروض يكون عندي مينة المينة ما راح يكون بالطريقة هاي في العادة المينة راح يكون لبرع ولا راح يكون مكان مربع صح المفروض يعني ففيه ناس بتعترض بتقول آه هذا لعب في الطبيعة لكن هذا المينة المينة ما يكون بالطريقة هاي فأنا أسس أني أسوي مينة شو بسوي بسوي أرضي ديزة بنفس مستوى هالأرض هاي هني مثلا بالطريقة هاي خلنا نكبر الفرشة كروز أنت زعلتني لا بعدها تتكلم نزيل بسوي أرض هني بصغر الفرشة خلنا نحفر الأرض هاي لأن اللي أذكره المواني يحمون نفسهم من الموج يعني كيف يحمون نفسهم من الموج الصيادين وهي لم يوقفون في مكان مفتوح يوقفون في مكان مسكر شبه مسكر شوفوا بالطريقة هاي كم هو دقيق هذا موضوع ثاني بس هني ما في موج أصلا أصلا المفروض ما يتأثرون السفن بالموج في اللعبة هني لكن من باب قدر الأمكان نوع من أنواع الواقعية ممزين أبقى أسوي شو بالطريقة هاي وسوي بالطريقة هاي وسوي مينة قدر الأمكان يعني يكون واقعي ما بيكون إمية في الإمية واقعي بس تعرفون أنتو كيف الوضع هذا ويت تحت ما قدر أضبط الطول هذا من أمس أوكي الحين على أمل يركب أوكي نزيل بنشل هذا نيبة هني شوفوا هذا بالطريقة بالطريقة هاي فنميلة بالطريقة هاي ونرفع للزاوية نشوف هني نازل تحت الماء لها السبب ما رضا بنسوي لأي شيء من ساعة شوف نرفع نضبط الزاوية هاي وبنيب البحر لين هني تقريبا وهذا ستوى المينة موانا هذا الأساس المينة يعني وهني بنخليه بالطريقة هاي تحت وهني بنضبط أموره شوي بالطريقة هاي على أمل أن يكون مضبط نزيل الحين هذا بس يبالي شوي تعديله نحن ليش موكفين اللعبة لأنه شلينا هنا كل هذا و آخر شي ردينا مو بالطول بالطريقة هاي بوصلك داخل ثاني بالطريقة هاي شوفوا والحين بطلع تفرع من الشارع هذا الصناعية نفسه نزيل وين صار شارع صناعية لوين لين اهني طبعا راح يكون مش سيدة زي ذا نرفع شوي بعد ما يستوي الوضعية اللي أنت ترضاها يعني والله عايب زي بسويها زي هذه مصيبة إذا بهاي الطريقة هاي أنا لازم شو أسوي أبنى للدوار هذا لحظة أبقى أنزل شارع من من هني إلى هني وبقى أحطي دوار صغيرون الطريقة هاي لحظة هاد دوار هذا لا مش هاد دوار حطت شي غلط لحظة وين الدوار مو لي آآ تو وي مرود الطريقة هذي إن شاء الله يركب كلها على عمل وأكيد ما بيركب ليش يركب أكيد ما بيركب طبيعي فإذا شو بسوي بودي هذا ورا طريقة هاي وبنزل شوي مش ويت أوكي وبسحب منه الشارع بحاول أطلع منه شارع آآ بيعطيني حاول أطلع منه الشارع بالطريقة هاي وبعدين شو أسوي بعدين أي بالموبة واسحب ها شوي لوين لفوق أوكي وهذا بنفس أطور لشو إن شاء اللهم يقول لي لا أوكي بالطريقة هاي شوفوا الآن صار عندي شو دور الحين باييب الشارع هني سيدة مزين بس قبل لأجيب الشارع شو رأيكم أحطي المال الصيد بحطي ثنتين إلى ثلاثة مزين ثنين إلى ثلاثة بحطي بحطي حق الصيد هاي قلنا صح أقدر أحطي واحد فقط هني هني ما قدر أحطي واحد أقدر أحطي واحد لبرع واللي هو مش غلط أبدا حاليا نحن نحن محتاجين الشو الواحد هذا فبن نيب هذا الحبيب وبنسوي عليه تحديد نحن هذا نحدده ونغيره للأبغريد من هذا إلى شارع الصناعية اتجاه واحد مزين وبنقلبه وبيب شارع الصناعية أساس أن أتصور بيكون في نوع من أنواع الزحم هني مزين وهني أحطي أصغر دوار في العالم ورجع شارع بيكون مش أوكي خلوني أحطي إلى ثنين لحظة خلوني أحطي لشو اسمع هذا النوع أحسن أحسن ويد ونحطي وراه توصيل من هذا إلى إلى هذا جيد نوعا ما جيد مش إمية بالإمية ولكن أتصور إذا هذا شوي حركنا يسار بيكون أوكي ما خلقه إلا لهني آه هذا السبب هذا يم أغير تموي هذا بخلون أييب هذا هنا ورا شوي وحاول مرة ثانية آه إلى هذا الشارع أوكي والطريقة هاي إذا سكرت التول هذا التول يجيد وبعدني يتعلم عليه فسوري يعني هذا مشكلة ثانية منزيل إذا تشيس سالفة هذا مفروض يكفينا التقاطع التقاطع وخلاص لأن الدوار مش أفضل فكرة في العالم بس إني أنا أسوي بالطريقة هذه الشارعين رح يوفر عليه ويد ويد تعب عروم أسوي بعد شارعين بس ما وسعت المكان ويد فكان الأحسن بعد أن أسوي شارعين نوعا ما وأبا أيب نوع من أنواع الحركات الحلوة يعني أسوي هنا جسر بالطريقة هاي بس يبقى لا حاول صناعية لحظة يبين عليه مكان صيد صراحة جيد مش سيء وهذا شو لازم نسوي الحين فيه نعطي مسار أنه يصيد سمك المسار اللي بيصيد فيه سمك شو لازم يوصل أمية في الأمية الصيد بما أن عنا وائد أنواع نحن هنا وعلى فكرة من مزايا أن نحن نقدر نسير برع المنطقة الأقليمية مالنا شوفوا هنا موضوع صيد السمك ترى يدخل فيه وائد وائد تعقيدات وما بيكون وائد طويل وما بيكون وائد قصير هذا كهرباء ليش ما عنده ماء كهرباء مفروض عنده ولا ما عنده هناك كهرباء أصلا لا عندي كهرباء بس ما وصل إلى ماء ولا كهرباء الحبيب خلنا نشوف يمكن لازم الشارع إذا جسر ما يوصل له لأن هذا المود نوع عن ماء يديد أول مرس عمله ونميل الشارع إلى هنا ونميل إلى هنا راح يشتغل أظن ما يقدر يشتغل شكل نبع نوصل هذا هنا ونعطيه شارع هنا فالماء الحين نشتغل أشوف بعد عنده مشكلة في الكهرباء مع أن المود مفروض ما يكون عنده مشكلة في الكهرباء خلونا نسوي الأرض وبعدين بتفاهم الوضع صبر هذا بننزل وهذا بكبره بننزله شوية عشان يكون شكل المين شوي نظامي كله نزل مرتب هي مرتب ممتاز والحين نسوي فيه شوية مرونة مش مرونة سوري تسوية أرض طريقة هاي والحين نقدر نسوي الأرض نفسها لأنها صناعية قلنا كونكريت والطريقة هاي شوفوا والطريقة هاي الصناعية ما سويناها كونكريت نحن لا فلازم نسويها كلا كونكريت هذا هني مكان حلو ينتهي فيه شوفوا صناعية كاملة كونكريت هذا ترتيب حي بمعنى الكلمة إذا نسوي بالطريقة هاي لين عند الحدود هاي الطريقة بين الشارع همشي ما يبين ما فوق شوف شكل حلو وهذا كامل ما غطي وهذا كامل بنغطي لين ندور وهاي الصناعية ما لنا ما فوق شوفوا الحين موضوع الكهرباء أنا مش عارف صراحة بالضبط هو ليش ما طايق يش بكل كهرباء ولكن بمؤنى صناعية فهالشي نوعا ما يغفر له ليش لأن نقدر نمد كهرباء حول الشارع أظن يوصل لكهرباء لا نمددها بالعكس بالطريقة هاي المفروض أكيد يوصل بس شسبب أن الشارع ما وصل لكي يمكن أن الشارع صناعية مش ضمن التمديد مو عارف لكن الحين شو الحين بيشتغل فخلونا سرعة بتشوف القارب اللي بيطلع أول قارب خلي عندنا أنا سويت للفة صغيرة يرجع هل هاي اللفة تسوي أمية في الأمية تكفينا نحن نبا أمية في الأمية الخط نبا أمية بالأمية إنه يروح يصيد يوصل أمية يرجع ما ما أقل أكثر أم أكثر من أم أم بس بيتأخر لا أشوف بيرجع على طول هاي بيرجع على طول مكان مش بعيد مكان فنان ويد أوكي عشان الناس بالصناعة هاي أنا شو بسوي أحين استوى عندنا سمك صح استوى عندنا مينة حق السمك اللي هو بيتعدل أصلا أكيد راح يتغير مع الوقت بس الحين اللي محتاجين لحظة وين التلوث هذا يسوي تلوث بيوصل للماء فخلوني أشل الماء أو أبعد الماء عنا عساس الناس ما تموت هنا هنا نظريا ما في تلوث بخلونا نحطي الماء في المينة حاليا واللي هو شكله مش غلط أبدا لأن المكان مرتب شوفوا المكان كيف مرتب بحطي شوي شير لأن المكان مية لونا وهني شجر راح يعيش ما راح يموت معلومة خلق أسكر هذا المينو هنزل brush size أفا لا شجر ميت شجر مية برمية ميت مزين نسوي شيره هني بس نكسر اللون شوي من المساكين هاي المالصيد هذين مش مجرمين أيوان نكسر اللون شوي والصناعية هني على طول الطريق شوفوا يكون لهم لون شوي يكسر اللون اللي موجود يعني شوي المكان شكله للأفضل يعني هاي الشي خبارهم اوكي خبارهم اوكي ما ما فيهم مشاكل هاي مرتاحين والحين مارسيد يصيدون بس الحين اللي أبا أسوي ما صنع سمك اللي هو أتمنى ما بيركب مستحيل يركب بس بنجرب حظنا عندنا شغلتين عندنا الفش ماركت اللي يسوي حشرة وفي نفس الوقت وناسه وعندنا الفش فاكتوري اللي هو ما صنع سمك نفسه ما صنع السمك ما راح يركب هنا لأنه كبير ويد حتى لو حطيته هنا راح يسوي لنا تلوث فأفضل شي أني مرة ثانية أغير التخطيط خلوني أشتري للأرض هذه لحظة اغير التخطيط هنا خلنا نشيل هذا من هنا نحطي أي مكان حاليا من زين وبأوسع هذا خلنا أكسر هذا خل السمك يطلع من مكان واحد بصراحة خلوه يطلع من هنا سمك كله بنسوي النهار اللي هنا وبنحط سمك وكل شيء هنا وأي منتجات ثانية عنا يكون عنا مينة شبه جاهز مينة صغير بس فنان مش سيء نزيل الحين المشكلة مش هنا المشكلة إذا عندي خطة هنا يمشي هاي خطة عندي هنا يمشي فخلونا أشل الخط هذا من هنا خليهم يدفلفون مكان ثاني أنتوا لفلفوا من هنا لين هنا لين هنا تقريبا نفس المسافة مفروض يكونوا أوكي وراح نفرشها يلا نفرش الأرض عشان نسوي مصنع سمك سوي أرض مربعة أكثر والطريقة هاي نسوي هاتي السلام والطريقة هذي وبنقايس ثانية كم حجم هذا عشمك مثلا يركب هنا بس كفاية هذا بس وبنسوي باقي مينة عقب مع الوقت يعني بيستوي مينة خلنا نكبر المنطقة موالنا عشان نشغلها نزين اللي هي هاي لين هنا ولين هنا خلنا نزل الأرض شوفوا تنزيل الأرض أهم مش من أهم الخطوات ونسوي بالطريقة هاي نزل الأرض نعدلها هني نسبيا جيد جدا ونحطي مصنع الماي هذا بيسوي تلوث ما نباه إذا بحطي مصنع الماي مكان بعيد عن التلوث حاليا بسكت عنا هني لين أحصل لمكان أفضل لأن هالمكان راح يتحول الحين صناعة وسمك في تلوث خفيف بس أوكي يعني عادي ما عندي مشكلة نزيل خلنا نكمل مكان كومكريت خلنا نسرع اللعب عشان الماء يطلع يروح نقدر نتوش السالحة شكرا يلا تخلصنا أيوا ممتاز الحين هني شو بسوي أبغطي على العيوب الأرض شوي بطريقة هاي لو ملاحظين ويد أستعملها من هاي بس ممتازات يعني كديزاين أحسه ويد حلو بسوي بالطريقة هاي بنسكر أبغطيه هني بس طريقة هاي شوي لداخل أيوا بالطريقة هاي هذا ويد منطقي أكثر بحطي الأرض بعدلها بنقص البروش هذا ويد صغير منزين بالطريقة هاي منزين شل هذا كله شوف بعده في مي شو السالفة منزين أخلي نحط هني هني نغطي الشارع الكهرباء هني أمورها طيبة والله شوف الكهرباء أمورها طيبة خلاص خلنا نشل هذا والحين بحطي بصناعة سمك بصناعة سمك راح يكون بعد شارع صناعية بس شو الاستايل القديم ما أنه مربعات خلنا نشوف يوازي هذا الشارع بالطريقة هاي بالطريقة هاي في ماء ما في ماء وبنحطي سمك يا الله الحين اللي بيحصل كباقي عقب تبعات مختلفة تماما شوفوا الحين عند المصنع بيوصل المصنع ويقدر يطلع أكثر من مكان خلنا نسكر بس هاي نهدمهم شكلهم مش اوكي اح والله بعد مش سيء بس خلني بالطريقة هاي المسكات كلها هني الحين تحت بعد بحطي كم شجر لحظة على اساس اني بنثر شير هني بس شكل الوضع غير مرتب يعني اريح اوكي وهنا يبقى انا شو اذا قدرت احقي يا زين ما قدر ما بس هاي بيشلها ما أبشلهم خلش اللي هي ابسط من زين حاليا عندهم هاي لعندي باركينج انا ولا ما عندي خلنا نزين المكان باركنج 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 هذا يمشي نوعا ما مش وايد بس اقدر اعدل زين في المبنى ونزين فيه المكان ما احتاج لكثر باركنات بس من فوق فكلا بيكون حلو شوفوا طريقة هاي تحسون مكان فيه شي يعني فيه باركنات هناك نوعا ما وراه بعد نقدر نحطي هنا نقدر نحطي وايش غلط هافكرة خاصة ان نقدر نكبر الشارع يا سلام بنكمل المشروع تصور لو امونت وفش افاليبل اه اوكي ما عندي سمك بما فيه الكفاية يقول لي هو يباسمك اكثر بنحطي كما صنع سمك في الحلقة اللي يعني اغلب مش الحين فشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر